وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِلِّ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي تعالوا نوصل مع بعض نتعلم قراءة سورة البقرة نقرأها بطريقة صحيحة نتعلم الأحكام والتجويد عشان ناخذ الأجر والثواب كامل إن شاء الله مصحفنا معانا وإلمنا عشان نقرأ منها ونعمل فيها العلامات وَإِذْ قَالَ إِذَّا لَيَزْمْ لِسَانِ يَلْمِ السِّنَانِي وَإِذْ وَإِذْ يوعد دخلوا جوه بغلط وإز غلط دي حرف تاني وَإِذْ قَالَ أَفَخَّ مِلْقَافَ رَقَّ قِلَّامِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمُ هَنْقَلْقَ لِلْبَاءِ إِبْ مُقَلْقَلَة مُرَقَّقَة إِبْرَاهِيمُ واكثر لها كويس وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي الباء مشددة ومكسورة مفيش بعدها يأمد إيوعد تقول ربي غلط رَبِّي أَرِنِي أكثر وبعد كده الهمزة رَبِّي أَرِنِي أَرِنِي هَمِدْ دِبَال إِيهِ النُّون أَرِنِي حَرَكْتِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيي المَوْتَى كَيْفَ إِلْيَاءَ بَيْنْهَا كَيْفَ ما استعجلش عليها تُحْيي الحاء لازم أسكنها وبينها واكسر الياء بعدها تُحْيي وبعدين بعدها ساكن يعني مفيش مد تُحْيي المَوْتَى تُحْيي المَوْتَى التابع اللي هنمددها حرقتين مد طبيعي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيي المَوْتَى قَالَ أَفَخَّمِ الْقَافِ وَرَقَّقِ اللَّامِ قَالَ أَوَلَمْ سَكِّنِ الْمِيمَةِ لَا عَلَى سَكُونَ مُظْهَرَة تُؤْمِن قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن أسكن النون لو وفت عليها لكن لو وصلتها نون ساكنة بعدها قاف هنعمل إخفاء حقيق ونغن حركتين والغنة مفخمة عشان النون بعدها حرف القاف قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَا قَالَ زَيْلِ فَاتُمْ أَفَخَّمِ الْقَافِ وَرَقَّقِ اللَّامِ بَلَا كُلَّامِ رَقَّقَ وَبَيْنِ الْمَدِّ الْطَبِيْعِي وَلَاكِنْ لِيَطُمَئِنَّ نون ساكنة بعدها هنعمل إدغام كامل وما فيش غنة ما فيش نون وَلَاكِنْ لِي وَلَاكِنْ لِيَطُمَئِنَّ قَالْبِيْ أَكْسَرِ اللَّهِ مُشَدَّدَ وَافْتَحْ لِيَأْوِ الطَّا ساكنة مُفَخَّمَ مُقَلْقَلَة لِيَطَ لِيَطَ مَا إِنَّ نون مشدد عن غنة حرقتين قَالَ بَلَا وَلَاكِنْ لِيَطُمَئِنَّ قَالْبِيْ قَالْبِيْ لَوِفْتَعَ لِيْهَا ما زودش المادة الطبيعي فيها عن حرقتين في ناس لما تيكتوقف عن المادة الطبيعي تزودوا لا حرقتين اثنين بس قَالْبِيْ قَالَ زي اللي فات فَخُذُ إِذَّال اوعد دخل لسانك دو اتغير الحرف لا فَخُذُ فَخُذُ وَالْخَامُ فَخَمَ أبلها اوعد فَخَمِ الذَّال الذَّال مُرَقَّقَة قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّاير أَرْبَعَةً الرأسة كنى أبلها فتحة أنفخمها أَرْ ما تقولش بها أربعة غلط أَرْبَعَةً وَرَقَّقِ الْبَعَةً بعدها هو العين أَرْبَعَةً تنوين بعد ميم ادغام بغنها هنهن حرقتين قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّاير أَفَخَّمِ الطَّا وَرَقَّقِ الْيَاء والرأ لو افتع ليها تبقى مرقّقة ولو وصلتها مرقّقة برضو عشان مكسورة أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً أَرَقَّقِ الْفَا أَبْلِ الصَّاد فَا وَضُمِّ الصَّاد وَرَا طَبعًا مُفَخَّمَةً عشان أبلها ضمّه وَيَا سَاكِنَةً وَضُمِّ الْهَا مُرَقَّقَةً وَإِنُّهُ الْمُشَدَّدَةً هَنْغُنَّهَ حَرَكْتِينَ تعالوا يتعالّم الكلمة دي مع بعض فَصُرْهُنَّ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّايرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ إِلَيْكَ لو افتع ليها هنمدّ أقل حاجة حرَكتين اسمه مدّلين شرحناه بالتفصيل في سورة قريش اللي عاوز ستتعرف عليه لكن لو وصلت إليك مفيش مد هنقف إِلَيْكَ أقل حاجة حرَكتين وممكن أربعة وممكن ستة فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جِعَل إِلْثَاء إِوْعَةً تِنْسَى لِسَانَكِ إِلْمِ السِّنَانَكِ إِوْعَةً خَلَّاسِين ثُمَّ غَلَط ثُمَّ والميم المشددة هنقلناها حرَكتين وبعدين حرف الجيم هنقلقله مع الترقيق لأنه حرف مرقق إيه الحرف مرقق بتبقى قلقلة مرققة الحرف مفخم قلقلة مفخمة ثُمَّ أَجِعَل وبعدين على المد الطبيعي كُلِّ إِكْسَرِ اللَّام جَبَالٍ اللَّام منونة بعدها ميم إضغام بغن هنقلنا حرَكتين وبعدين ننساكنة عشان بعدها مِن سكنها وبعدين نون مشددة هنقلناها حرَكتين يبقى عندي في كلمة مِنْ هُن غُنتين في الأول عشان في إضغام وفي الآخر عشان نون مشددة ثُمَّ أَجِعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْ هُنَّ جُزْءَ إوعى بقى لإظهار تغنه وإوعى تنسى غنة من الاتنين جُزْءَ إزَّاي جنب الجيم لازم تبينها فيها صفير جُزْء والهمزة منونة بالفتح لو وفت عليها هنمد حرَكتين عوض عن التنوين جُزْءَ جُزْءَ ثُمَّ ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ثُمَّ زي دي الثَّاء والميم المشددة أنا هنه حرَكتين وبعد كده دال هنسكنها ونقلقلها ثُمَّ وبعدين أضم العين والهاء إوعى تغلط فيها اسمها ثُمَّ أَدْعُهُنَّ وبعدين في الآخر المشددة هنغن حرَكتين يبقى ثُمَّ الثَّاء والميم هنغن وبعد كده هنقلقل وبعد كده هنغن ثُمَّ أَدْعُهُنَّ ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا سَعْيَا أبين العين من غير ما تكلف أسكنها مرقَّقة واليَّا مناونة لما أقف عليها هنمد حرَكتين عوض عن التنوين عشان تنوين بالفتح سَعْيَا سَعْيَا واعلم سكن الميم مظهرة أن هنغن النون المشددة حرَكتين وإسم الجلالة الله هنفخ من الله عشان قبله فتحة واعلم أن الله عزيز حكيم ما تنساش تفتح لها وترققها بعد ما تفخ من الله الله عزيز هنظهر نون التنوين الساكنة عشان التنوين بعد حرف الح عزيز حكيم واكسر الكاف وبين الميم واعلم أن الله عزيز حكيم مثل ما تنساش إذا وعا تقولها سين لا مثال مثل والذال زيها الَّذِينَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ خَدْنَا فَأَوْلْ سُرْطِ الْبَقَرَةِ نون ساكنة بعد فَهَنْغُنَّ وَالْغُنَّ مُرْقَقَةَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَسَكِّنِ الْمِيمِ فِي الْأَوَلُ وَفِي الْآخِرِ أَمْوَالَهُمْ من غير تكلف في سبيل الله أكثر الفاء والباء سبيل واللام وإسم الجلالة هنرقق اللام قبل كسرة في سبيل الله كمثل إثاء حبة هنظر هنا نون التنون الساكنة عشان التنوين بعد همزة حبة حبة كمثل حبة أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِل أَمْبَتَتْ نون ساكنة بعدها هنعمل إقلاب هنغن حركتين ونقلب النون الساكنة مين مخفى واتلاقي علامتها مين بديله فوق النون أَمْبَتَتْ وبعدين في تا في الآخر ساكنة هنهمسها يعني الهمسها نطلع هوا الهوا ده أَمْبَتَتْ وخلي بالك ما تخفش عشان بعدها سين ولا تستعجل ولا تخاف ولا تسكت تعالوا تعليمها مع بعض كده أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِل تاني أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِل اوعى تسكت ولا تخاف بالراحة طلع الهمس خالص أَمْبَتَتْ وبعدين السين سَبْعَ الباق خلي بالك هنقلق لها وقبلها فتحة وبعدها فتحة اوعى تفتحها وتقول سبع لا غلط كده لحني جالي عشان غيرت السكون لفتحة سَبْعَ سَبْعَ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِل سَنَابِل اتضرب عليها سَنَابِل اكسر الباق في كل اكسر اللام سُمْبُلَةٍ اقلاب تاني نون ساكنة بعدها باول على ما مين بديل هنعمل غنة سُمْبُلَةٍ اتَّاء منونة بعدها مين اضغام بغنة وان غنة حركتيل كبه غنة اقلاب وبعدين غنة اضغام كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِل فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ لما نوقف على كلمة حبَّة ما تنساش التأهى تباهاء وتبين الهاء اللي هو الهمس حبَّة تباني الهاء والله أفخ من اللام عشان أبلاه فتحه وخلي بالك الواه مرقاقه والله يضاعف أضم الهاء مرقاقة وفخم الضاد واكسر العين يضاعف لمن يشاء ننسى كنا بعدها هنعمل اضغام بغنة ونغلنا حركتين وهنمد الشين أقل حاجة أربع حركات عشان فيها مد واجب متصل والله يضاعف لمن يشاء والله زي اللاب لها أرقق الواه وفخم اللام أبلا فتحه واسع أكسر السين أبل التنوين واسي واسع ونظهر نون التنوين الساكن عشان التنوين بعد حرف العين والله واسع عليم وأكسر اللام وبين الميم والله واسع عليم تعالوا نقرأ الأيتين مع بعض وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قَالَ بَلَا وَلَكِنْ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْآً ثُمَّ دَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أسأل الله أن يؤسر لكم حفظ القرآن الكريم واجمعكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والسلام عليكم